يتصبب عرقاً أثناء تقديم إفادته اليومية عن أعداد القتل والإصابات جراء تفشي فيروس كورونا في إيران المتحدث باسم وزير الصحة في إيران كابانوش جهنبور يبدو كأنه يخفي أرقاماً أكبر بكثير عن تلك المعلن عنها وزارة الصحة وحتى تاريخ أعداد هذا التقرير أعلنت عن ارتفاع أعداد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 194 شخصاً أما بالنسبة للإصابات فتجاوزت خلال الأربعة والعشرين ساعة وبحسب التصريحات الرسمية إلى ألف حالة ومن خلال هذا الرقم عليك أن تتخيل الأعداد الإجمالية للمصابين بالفيروس هذا ما تلمح إليه بطبيعة الحال إذاعة فاردا الناطقة بالفارسية من التشيك لتؤكد أن حصيلة الوفيات والإصابات تبلغ أضعاف ما أعلن عنه في الرواية الإيرانية الرسمية الإجراءات الإيرانية المعلن عنها إلى الآن تكشف عن مدى تفشي كورونا في أرجاء البلاد فهنا في قم محافظتين أخريين تعلن السلطات عن تنفيذ حالة طوارئ في محاولة للحد من الكارثة الإنسانية الحصلة في البلاد وواقع الحال الإيراني يشير إلى أن الفيروس لا ينتشر في الأماكن الشعبية حيث التجمعات السكنية فحسب بل إن إصابة عدد من المسؤولين الإيرانيين ووفاة موظفين من البنك المصرفي المركزي دليل واضح على تمدد الفيروس في أماكن حيوية وسط العاصمة طهران حالة من الغليان في طهران على خلفية ما أسماه مسؤولون إيرانيون تقصير الجهات المعنية في حماية المدنيين وكان النائب الإيراني مصطفى كواكبيان قد انتقد حكومة بلاده لعدم أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين من الوباء العالمي المنتشر عبر تعليق التجمعات الدينية وفرض حجر صحي على قم ترجمة نانسي قنقر